النهاردة تم تعيين رئيس وزراء جديد للمملكة المتحدة وهو ريتشي سوناك والحقيقة طبعا المساطفة أنه كمان أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصول هندية بريطانيا اللي كانت تحتل الهند لعشرات السنين النهاردة بتحصل على رئيس وزراء من أصل هندي لأول مرة يمكن في تاريخ المملكة المتحدة لكن مش دي النقطة المفصلية نقطة المفصلية كمان عشان نوضح حركة قد إيه الاقتصاد العالمي الآن في حالة من الارتباك الشديد وده اللي أشار ليه كمان الدكتور محمد العليان في أول أيام المؤتمر أن الخطوات المتسارعة والمتلاحقة مش مخلية الناس عارفة تتنبأ بإيه اللي هيحصل بكرة ومثال حي ما جرى في بريطانيا لما جات ليسترس وقعدت 44 يوم خربت الدنيا يعني إيه خربت الدنيا تلعب بخطة اقتصادية وقالت لك طبعا عشان نباليكم برضو أن الاقتصاد مش فتحة صدر قالت أنا أحاول تخفيف الأعباء على المواطنين وأنا هنزل الدرائب بحيث أشجع الاقتصاد وأقلل الدرائب على الشركات وعلى القطاع الخاص وغيره قالوا لها كلام جميل قوي من ناحية النظرية لما جنبأ ينقشوا الخطة الاقتصادية وفي فكانية تنفيذها على أرض الواقع اكتشفوا أنها تودي المملكة المتحدة في دهيا لأنه اللي حصل أنه خلال 40 يوم خرج الكتير من رؤوس الأموال حصل ارتباك شديد في البورصات بريطانية وارتباك شديد في قطاع الأعمال بمختلف صور وأشكاله وكانت النتيجة حالة من الارتباك وخروج أموال وبدأ الموضوع يتدهور أكثر في بريطانيا فقال لك مش هينفع نحن نجيب حد تاني فجابوا ريتشي سوناك استقالت طبعا هي وجابوا ريتشي سوناك ريتشي سوناك ده كان وزير المالية في عهد بوريس جونسون واستقال احتجاجا على السياساته المالية فجابوا النهاردة عشان يحاول إدارة تدفق في ظرف اقتصادي معقد للغاية ده جزء من مشهد العالمي النهاردة اللي مش عايزين نفصله أيضا عما يدور في مصر لأنه الحقيقة الحديث الآن بشكل واضح وصريح أنه العملية الاقتصاد هي عملية تشريحية بشكل كبير جدا ومش مجرد عنوين عريضة احنا هنعمل أو هنخفف أو هنزود لكن الموضوع كمان لما بنيجي الوقت التطبيق بتبقى القصة شكل تاني خالص وده يمكن إشارة الرئيس السيسي في أول أيام المؤتمر بما معناه طبعا أنه التصدي لهذه المشكلات أحيانا يكون برق من الصورة أو من حيث الكلام لكن لما تيجي تخش في دولاب العمل ودولاب التنفيذ بتواجه عقبات تانية أخرى ده كده بشكل عام يعني بداية كده إيه طبعا هنخش كل البراحل دي بالتفصيل خلال حلقتنا وهيكون عندنا كمان وقفة مع اللي بيحصل في بريطانيا وعن حل المشهد العالمي وحنا متعودي في 90 دقيقة نجيب لحضركم كل ما هو جديد فيما تعلق بالمشهد الاقتصادي العالمي لكن ليه بدأ النهاردة من مؤتمرنا الاقتصادي في يوم والتاني وعلى عنوان العريض هو القطاع الخاص وتعميق القطاع الخاص وتزليل العقبات أمام القطاع الخاص النهاردة كانت فيه جلسة مهمة جدا وهي جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودي أحد الأساليب اللي لجأت إليها الدولة المصرية مؤخرا في محاولة للتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية والسماح للقطاع الخاص بالدخول بدأ لها ومش فكرة بيع يعني اللي تابع النهاردة الجلسة أيضا هيفهم كويس قوي إيه اللي بالناس بتتكلم حوالين إيه وطبعا ده كانت مرتبطة بشكل كبير جدا أيضا عشان يتم تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة فكان فيه طبعا اقتراحات من ناس مختلفة يعني إيه من ناس مختلفة يعني النهاردة الجميل في الموضوع أن احنا شايفين أنه التنفيذيين موجودين في الصورة المحللين الاقتصاديين موجودين في الصورة رجال أعمال موجودين في الصورة جماعات المستثمرين موجودة في الصورة والجميع بيتحدث عن مشاكله بشكل واضح وسريح وكمان بيتحدثوا عن اقتراحتهم لتعديل بعض القوانين أو لو تعديل بعض المسارات أو لتزليل بعض العقابات وتكلم حتى في الجلسة دي تحديدا طبعا رجال أعمال منهم كمان من يعمل في الصناعات الغذائية منهم أيضا من مسير شركة ألمس والبحافظ المالية والبورصات وتداول أوراق المالية والجميع تحدث أيضا عن بعض من مخاوفه وبعض من اقتراحاته وبعض كمان من رشدات علاجه في الأزمة القادمة وكان فيه إشارة حتى من المجتمع الصناعي المحتاجين استراتيجية صناعية محددة محتاجين نقل شوية في مواصفه أحيانا بالقرارات الرسوم أو الدرائب اللي ممكن تكون عشوائية أحيانا كان فيه كلام ومصرحة وبشكل كمان شفاف وده المهم عشان تخرج برشدة علاج صحيحة